موسيقى السلام عليكم وأهلا بكم ما أشبه اليوم بالبارحة وبكرة كمان خليكوا حفظين المقولة دي كويس وتعالوا نسأل ونقول يا طرق إيه غابط ما بين قوات الدعم السريع في السودان وما بين قوات الحجد الشعبي في العرق وإيه علاقتهم بالأمريكان ومشروع الشرق الأوسط الجديد اللي بيستهدف بالدرجة الأولى مصر والسعودية المسألة مش هتحتاج مننا غير ربطة بسيط جدا لأحداث تاريخية وساعتها حنفهم أن قوات الدعم السريع في السودان وقوات الحجد الشعبي في العرق مرتبطين بنقطة محددة لها علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية ومعها إسرائيل والنقطة دي هي مصر والسعودية وده اللي حنفهمه مع بعض حالا بس من فضلكم ما تنسوش اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم والمهتمين بموضوع الحلقة خلونا نركز حبتين بعد إذنكم كده على كذا نقطة مهمين ومن النقاط دي حنفهم إزاي أن الحجد وقوات الدعم السريع عبارة عن حالة واحدة صنعتها أمريكا لاستهداف السعودية ومصر باعتبرهم أهم أهداف مشروع الشرق الأوسط الجديد سنة 2014 وأثناء وجود وهيمنة الأمريكان على الأعراء وقراراته فجأة اتقلبت الدنيا وتم تأسيس ميليشيا الحجد الشعبي بناء على فتوى الجهاد الكفائي بحجة محاربة تنظيم داعش اللي تمدت فجأة في ظل وجود الأمريكين برضو باختصار ميليشيا الحجد الشعبي اللي خدت من أول لحظاتها الخط الطائف الصريح والعقلية الميليشيوية والولاء لإيران تم تأسيسها بغضا تام ومبركة من الأمريكان أو بالتنسيق معهم ما هو محدش يقدر ينكر ده لأن الأمريكان لو مش عايزين ميليشيا الحجد دي تتأسس في العراء كان مستحيل أن هي تتأسس وبغض النظر عن الهدف المعلن لميليشيا الحجد وهو محاربة داعش فده هو الهدف المعلن اللي ثبت مع الأيام كتبه وأن الهدف الحقيقي هو تهديد دول الجوار وعلى رأسها السعودية واللي بيرجع فيكم لأرشيف الأخبار من ساعة تأسيس ميليشيا الحجد في العراء حيلاقي سلسلة تهديدات معلنة وصريحة من قيادات فصائل الحجد للخليج عموما وللسعودية خصوصا وبكده نفهم أن في خدمة بتقدمها ميليشيات الحجد الشعبي في العراء وأي ميليشيا في العالم العربي للأمريكان وبتخدم مشروعهم مشروع الشرق الأوسط الجديد وممكن تلخصها في النقاط دي تهديد أمن الدول ومنعها من أي تنمية إلهاء دول المنطقة وإشغالها بأمنها مما يتيح للكيان الصهيوني اللعب في الساحة الفلسطينية كما يحلو له دون أي ضغوط عربية الضغط من أجل الحصول على تطبيع مجاني بعيدا عن مبدأ الأرض مقابل السلام واستبداله بمبدأ الأرض مقابل الأمن يستفيد الأمريكان من الميليشيات دي ككارت ضغط ومساومة على دول الخليج والدول العربية لتمرير مشاريع أو قرارات أو فرد أجندات انتشار الميليشيات دي أكيد بيرهق الجيوش النظامية وبيرفع فطورة التسليح للدول المستهدفة والأهم من ده كله أن ميليشيات الحجد الشعبي اللي تم صنعها تحت أعين الأمريكان في العراق الميليشيا دي زاد طابع طائفي معادي بشكل صريح للمملكة العربية السعودية وبالتالي هي تهديد أمني من ناحية الشمال وده بفكرنا بميليشيا الحوثي في اليمن جنوب المملكة بفكرنا إزاي الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا انتفضوا لإنقاذ الميليشيا دي لما كانت مدينة الحديدة وميناءها شريان الحياة للحوثي على وشك السقوط في إيد الشرعية اليمنية أمريكا وأوروبا انتفضوا ساعتها وعملوا اتفاق ستوك هولم المشؤوم اللي أدى لأن ميليشيا الحوثي بقى عندها حرية التصرف في ميناء الحديدة ومنع سقوط المدينة في إيد الشرعية السقوط اللي كان حيؤدي حتمة لقطع الإمدادات نهائيا عن الحوثي وبالتالي هزمته ده مجرد مثال عابر حبيت أفكركم بيه علشان أوضح لكم من الغرب وعلى رأسه أمريكا من مصلحتهم انتشار الميليشيات في العالم العربي وخصوصا حوالين الدول المحورية المستهدفة بمشروعها مشروع الشرق الأوسط الجديد وده بيفكرنا كمان بالميليشيات التركية اللي كانت موجودة في ترابلوس ومع انطلاق عمليات تحرير الأرض الليبية منها كان الجيش الوطني الليبي على بعد 5 كيلو متر من ترابلوس العاصمة مع كل الميليشيات ولكن جات الأوامر لحفتر ومن دولة حليفة لوب التوقف ولما رفض حفتر التوقف انضرب بالطيعان علشان تفضل الميليشيات دي موجودة في ترابلوس وتخرج بعدها من ترابلوس في محاولة للاستحواز على كامل ليبيا بمباركة الغرب لحد ما ترسم الخط الأحمر المصري بعد ضرب قاعدة الوطيئة الكلام ده بيقودنا يا سيدة المصر وتحديدا تهديد أمن مصر من الناحية الجنوبية يعني من السودان فزي ما ميليشيا الحشد الشعبي في العراق وميليشيا الحوثي في اليمن بيستغلهم الغرب كمصدر تهديد وقلق أمني للمملكة العربية السعودية وزي ما كانت الميليشيات التركية موجودة في ليبيا لتهديد الأمن القوم المصري بيجي هنا دور ميليشيا الدعم السريع في السودان بقيادة رجل العصابات حمدتي حمدتي والميليشيا بتاعته الغرب وعلى رأسه أمريكا بيعتبروهم متوقتين في جرائم حرب في دارفور ده كلام الغرب وكلام منظمات حقوق الإنسان اللي بتتكلم باسم الغرب وبتمثل إرادة الغرب أنا ده كلام ووقع لا خلاف عليه اللي أنا بقوله ده الولايات المتحدة الأمريكية بقى ما كانش عندها مشكلة أبدا أيام عمر البشير قنن وضع عصابة حمدتي وسماها الدعم السريع بالعكس سكتت عليها وطنشت وجودها حتى بعد خلع عمر البشير وده ليه؟ واضحة جدا علشان وجود جناح مسلح في السودان ذو عقلية ميليشيوية هو عز الطلب لتحقيق المشروع الأمريكي في المنطقة ومصر باعتبرها من أهم محاور هذا المشروع بجانب السعودية فقوات الدعم السريع سكتت عنها أمريكا طول المدة اللي فاتت دي لأن ليها لازمة في تهديد أمن مصر من الناحية الجنوبية فضلا عن أن ميليشيا الدعم السريع للولايات المتحدة الأمريكية بتتعامل معها عادي ووزير خارجيتها بيتواصل مع قائدها الميليشيا دي لو انتصلت على الجيش السوداني فالسودان حيتحول له صومال وعراء وليبنان ويمن وليبيا جديد يعني مصدر تهديد مباشر لمصر وأعتقد كان واضح لحضراتكم من أول يوم اندلعت فيه الاشتباكات في السودان إزاي اتصرفت ميليشيا الدعم السريع دي مع القوات المصرية اللي كانت موجودة في السودان يعني واضح جدا أن الميليشيا دي بتهدف لإزالة أي وجود أو نفوذ مصري في السودان علشان مصر ما تكونش قريبة من إثيوبيا ومن سد النهضة نهيك عن تهديد مصر من الناحية الجنوبية وده بيفكركم يا جماعة إزاي الولايات المتحدة الأمريكية سمحت لحليف الناتو أردوران بإرسال المرتزقة الليبيا علشان يتم مشارلة وتهديد مصر من الناحية الغربية وما ننساش كمان ميليشيا حماس اللي موجودة في الشمال الشرق المصر ومعها الكيان السوريوني عدو مصر الأزلي والمستمر وحتى الشمال اللي هو شبر المتوسط مليان بالصراعات والحروب المتوقعة علشان كده أول حاجة عملتها القيادة السياسية بعد عزل الإخوان هي تقوية الجيش المصري وتسليحه علشان يكون مستعد لأي سيناريو سواء على الأرض أو في البحر أو في الجو أرجع وأقول مصر والسعودية هم أهم هدف في مشروع الشرق الأوسط الأمريكي السوريوني ونشر التوترات والميليشيات حواليهم هو هدف أمريكي السوريوني من شوية وضحنا أهم الفوائد اللي بيتحصل عليها الأمريكان والصهينة من وقع انتشار الميليشيات دي في المنطقة العربية وده هو أساس الربط ما بين ميليشيا الحجد الشعبي في العراق وميليشيا الدعم السريع في السودان وأي ميليشيا تانية موجودة في العالم العربي وربطهم طبعا بالمصلحة الأمريكية أصبح واضح جدا والتاريخ بيشهد عليه وعلشان كده قلت لكم في البداية ما أشبه اليوم بالبارحة وبكرة كمان لأن انتشار الميليشيات في العالم العربي هو صناعة أمريكية إسرائيلية واضحة جدا وإضعاف الجيوش النظامية وتفكيكها ومن بعد تفكيك الدول وتأسيمها لإضعافها وإشغالها بصراعات داخلية هو غاية المناة للولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيل وعلشان كده قلت لكم في البداية ما أشبه اليوم بالبارحة وبكرة كمان لأن رضا الأمريكان عن وجود قوات الدعم السريع في السودان هوزت نفسه رضاهم عن تأسيس الحجد الشعبي في الآراء وهوزت نفسه رضاهم عن سيطارة الحوثي على اليمن وحمايتهم له في اتفاق ستوكولم وشط بالحوثي كمان من قيمة الإرهاب الأمريكية بعد كده وبكرة ومستقبلا حتفضل سياسة الولايات المتحدة الأمريكية هي تشجيع وجود الميليشيات في العالم العربي وبالمناسبة كده بيتفسر لكم أسباب قوة الغضب الإسرائيلي والعتب الأمريكي على الخطوات اللي اتخذتها المملكة العربية السعودية مؤخرا خطوات ضبط المنطقة والعمل على استكرارها وحل المشاكل العالقة والتحدث مباشرة مع الطرف الإيراني واحتواءه والسيطرة على تحركاته من خلال الضامن الصيني التحرك السعودي ده كلنا لمسنا التوجس والغضب الأمريكي والإسرائيلي تجاهه لأن السياسة الأمريكية والمصلحة الإسرائيلية في المنطقة العربية أيمة على ضمان عدم الاستكرار والسعودية ضربته في مقتل وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة